سأل عن حد يعرف ايه هي الويت ناشناليزم ايه هي قومية البيضاء الناس اللي عارفين ايه او اللي عارفين يمين امريكي ايه هي قومية البيضاء القومية البيضاء ده الويت ناشناليزم بالزبط وضحتها في هرم الاعراق الحلقات دعيتها بس انا بجدت الجزور لكن احنا هنتكلم هو فين في امريكا الحاجات ده الويت ناشناليزم ده تقدر تعتبر هو معتقد موجود في امريكا ومستمر ومهيمن المعتقد ده بيقوم على مجموعة افكار وليه اقول معتقد مش تنظيم يعني فيه بقى نازيين الجلد فيه مش عارف ايه اه اللي هما امواطين اصحاب السيادة الامة الارية كل ده هنتكلم عليه بس اا او يعني كله بينضم او بيجتمع بصورة ما حاولين الحاجة العقيدة الرئيسية دي اللي بيدور عليها الافكار دي وهي عقيدة القومية البيضاء طيب الناس دي القومية البيضاء هي ببساطة شايفة ان العرق الابيض ده متميز عن كل العرق الاخرى حاجة عارفتينها وشوفناها وشوفناها متجزرة في الامريكان من منذ منذ قرون من بداية ما ربنا خلق امريكا كدولة انجلساكسونية هم بصين نفسهم كده التاني حاجة من الافكار الرئيسية مسألة التفاق والعرق الابيض دي ليس فيها نقاش اا الحاجة التانية هي ان الاختلاط او بين الاعراق ده بيتسبب في ان العرق الابيض يتعمل عليه مؤمرة يتدنى ينحدر المهم ان الاختلاط ما بين الاعراق والزواج او الاختلاط الثقافي حتى بين الاعراق التانية مع الاعراق الافرقى العرب المكسيكيين اي اعراق اخرى ملونة ده بيبوز الثقافة بتاعة الشعب المختار طيب المتدينين في القومية البيضاء يقول لك شعب مختار بجدد احنا جبناها في هرم الاعراق كان دان هو لها صورتين هذه العقيد الصورة العلمانية وهي البقى اللي بتدور في العلم وفي دروينية ومش عارفية عشان يثبت البيض متفوقين دول بقى حتلاقيهم مهتمين اوي يقول لك ان احنا عندنا دراسات قياسات عقلية ودراسات عقلية ومش عارف ايه وبتثبت ان العقل بتاع السود متدني في الاختبارات الزكاء مقابل الاعراق الاخرى والعرق الابيض وحتلاقي كان كتير بالشكل ده ده اللي بيهتموا بالنحية اللي عايزين بيروح من ناحية العلمية ولا يستندوا في مسألة هم ليه ارقب في موضوع ان حاجة حاجة دينية لا هو عايزين ناحية علمية في بال هما يستندوا ان احنا العرق الابيض هو الشعب الاسرائيل الحقيقي مش اليهود ده برضو عقيدة تانية بنو اسرائيل حقيقيين هو العرق الابيض عرق مش مقصود بيه اه اللي هو بنو اسرائيل اللي موجودين لا الاسرائيليين حقيقيين او المعاصرين هم العرق الابيض هم شعب الله المختار ففيه صورتين صورة مسيحية لهذه العقيدة وصورة علمانية صورة العلمانية وسورة علمانية سائدة جدا يعني حتى اللي عنده صورة مسيحية ما بيستعملهاش كتير بيختفي في الصورة العلمانية ايه الصورة العلمانية اللي انا قلت لكم عليه بيحاول يستند للعلم ويحاول يستند لهذه الافكار عشان يوري نفسه لأ ده احنا بنتكلم بعلم يا جماعة مين اللي بيتكلم بحاجة دينية او خرافية او حالمة لا احنا بنتكلم بعلم والعلم بيقول ان احنا ارقى والواقع والتاريخ بيقول ان احنا ارقى وان احنا اللي عملنا كذا وكذا وكذا الى اخر ما عرضنا في حلقات هرم الاعداء تهلي من يعني انا شخصيا وانا بعيد فرجة على الحلقات تاني كنت بتخيلها حلقات عادية ما تصورش ان فيها حلقات كويسة قوي كده الحمد لله لقيتها تال حلقات يستحقوا فعلا ان هم كانوا يطولوا كده يعني تكلمنا فيهم في حاجات كده جدا فهم شايفين ان العرق الابيض ده غير انه ارقى كمان بيتعرض لخطر شديد المخاطر كتير جدا منها الاختلاط العرقي سواء عن طريق الزواج او غير الزواج مجرد ان انت تبقى قاعد مع ناس ملونين بقلوان تانية اصفر بني اسود اي لون غير الابيض النقي ده ده الناس يبتنقل لك ثقافتها المنحدرة فبيبوز النقاء العرق التاع عشكيا حتكون من احد افكارهم مثلا اعتقد ريتشارد باتلر تقريبا هو اللي كان عايز يعمل للدولة الجمهورية البيضاء هو الشيطان ريتشارد باتلر فاكاملها في قيلهم سويني بس اتأكد مراجعة بس سريعة كان طيب حاني بقى تجيبه المهم الافكار بتاعتهم كانت ايه هما كانوا شايفين ان احنا والله يمكن احنا عايزين نعمل وطن للبيض فقط من ضمن الافكار اللي اقترحت مش كل بيقول كده فيه بال ما بيرضاش بكده لا احنا اصلا امريكا كلها للبيض فقط فيه بال يقول لك لا احنا خلاص امريكا بتبوز وامريكا بتضيع احنا وامريكا كانت معمولة للبيض فاحنا عايزين ناخد جزء من امريكا نعمله يبقى وطن للبيض فقط واي حد من غير البيض حييجي في الاماكن دي حنبدأ نضايقه ونعمل عليه مشاكل ويمكن الحاجات دي قلت شوية مقارنة اللي كان بيحصل في القرن اللي فات في الدراء كده لا الموضوع دلوقتي مسألة الوعي بتاع الدولة في مسألة الحاجات اللي بتحصل العنصرية فامريكا براجم كل اللي بيحصل ده يعتبر ارحم من القرن اللي فات القرن اللي فات لغاية نهايته تقريبا ومع القومية البيضاء والأمم الآرية والحياة اللي بدأت تنتهي في نهاية القرن بمشاكل كتيرة كمنظمات موجودة وزافة عضوية كبيرة فالفكرة دي اللي هي بيقوم عليها الأفكار الأمريكية والعرقية القومية البيضاء هي أن العرق الأبيض هو الأرقى والعرق الأبيض في خطر الاثنين مع بعض الفكرتين دول رئيسية بقى كل حاجة حيكون على الفكرتين دول العرق الأبيض أرقى والعرق الأبيض في خطر طب فين الخطر المخاطر بقى؟ أولاً الهجرات بصورة رئيسية حيكون أن أمريكا بلأت تتوجه توجه مختلف عن هما كانوا عايزين ودوة يمكن منتد القرن القبل كده وأن كانوا بداية المشاكل مع الأيرلندين وولعت مع الصينيين والهجرات الصينية وإحنا تكلمنا عنها في حلقات هرم الأعراق في مسألة أن هما شايفين أن الأعراق المتدنية بلد ما أمريكا كانت بتجيب بيض أعراق بيضاء من ألمان ونرويجيين وترامب تقريباً له كلمة عن نرويج تحدياً فين أيام ما كانت الهجرات طبقاً من نرويج وبتاعة دلوقتي بنجيب هجرات من مكسيكو ليه الفكرة دي؟ ليه ترامب وترامب معلم في فهم اليمين الأمريكي معلم يعني مش مسألة أنه هو الرجل الرجل ده أنا مش مسألة أنه هو بيؤمن بالأفكار اليمينية لا أنا متهالي مش مجرد إيمان فقط هو راجل عارف يخاطب مين ويخاطبه إزاي كان بيخاطب اليمين الأمريكي بكل المخاوف بتاعتهم وكل الطرق بتاعتهم بما فيها البلطجة وقالة الأدب والتطاول كل ده هي طريقتهم العدوانية دي فهي الفكرة أنه دلوقتي هما شايفين القومية البيضاء دي شايفة الفكرة أنه دلوقتي طب المخاطر دي جاية منين؟ أو صورها المعاصرة هما شايفين الصور المعاصرة للمخاطر اللي بيتعرض لها العرق استمرار الهجرة من أعراق ملونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وده بيعمل عمل مشكلة وطبعا مع مسألة المؤامرة اليهودية والمؤامرة ما بين المسلمين عندهم فيه خط كده بداخل يمين أمريكي إن فيه مؤامرة عملها المسلمين إن هم جندوا أوباما وأباما دوت واحد عميل للمسلمين جاء مسك الحكم بتاحت المنزلات الشراكية والكام بتاع الشراكية واليسار قاعد بيقول لهم الكام ده إن ما هو في الحقيقة هي مؤامرة عرقية من أوباما على الأمريكا وعلى العرق الأبيض فالفكرة دي كلها وهي مؤامرة إسلامية هم عاشين كده إن دي مؤامرة إسلامية عاملها المسلمين تي من هم اللي عاملها المسلمين مع اليهود اللي هم بيديروا النظام العالمي المهم دي أفكار داخلية موجودة بداخل اليمين إنما الأفكار الرئيسية اللي بيكتمع عليها اليمين حتى اللي هم يعني يقول لك لا إيه كام ده أوباما مش كده بس هو مقتنع من جواه في حاجة اسمها العرق الأبيض أرق يعني دي أقل حاجتين أقل حاجتين حتلاقيهم مجتمعين في أي حد بيقوموا بالقومية البيضاء العرق الأبيض أرقى والأنجلوساكسون والاسمه دوت والعرق الأبيض في خطر قلنا من المخاطر دي مسألة اللي هي الهجرة وتكلمنا عنها ودي تاريخيا موجودة وتاريخيا كانوا عاملين عليها دايما صداع من القرن التسعة تاشر تحديدا الصداع بتاع أن فيه أعرق متدنية بتيجوا ولما نرجع للقرن التمنتاشر حنلاقي أنها كانت الألمان أصلا بداية المدايقة والجتاتة من مع الألمان ثم في النص الأولى من القرن التسعة تاشر مع الأيرلنديين ثم لاحقا بقى الألمان والأيرلنديين حلوين وياريتهم كانوا موجودين دالسونين بقى هم اللي بيجوا ثم في القرن العشرين بقى والكامل اللي حييتلع على مدار هذا القرن نهاية القرن التسعة تاشر بمطلع القرن العشرين طيب ده خطر الهجرة فيه خطر تاني تناقص عدد موليد البيض فدلوقتي أنت كالتهديد التاني اللي احنا بنتكلم عليه هو التهديد بأن العرق ده بيتناقص التناقص ده جاي من إيه بقى؟ يجي بقى بتناقص مش منجرد الهجرة الأفسادة الثقافة بتاعتنا وأفسادة النقاء العرق بتاعنا طبعا جنبها سألت الزواج بقى ودي مسألة كارثية وإلى الآن في أفلاء أمريكية بتتعامل على مسألة حتى لو قابلوا الزواج ده أخطر حاجة الدرجة الخطيرة جدا يا جماعة في مسألة القصة بتاعة الأعراق دي لأن هو ممكن يقعد يقول لك أنا والأسود والأسود حبيبوه يقعد يبوس الأسود ده من خدين وفرحان جدا بالأسود ده جميل قوي الأسود وأنا ما فيش أي الاختبار الحقيقي يبقى أن الأسود ده مثلا اللي انت شايفه بتاع يجي يتجوز أختك مثلا والله حالي اوه بقى يبان هنا بقى الواطن الأمريكي الشريف اللي حيبدأ يبص إيه ده أسود يتجوز واحدة بيضة الموضوع ده مش سهل إلى الآن في أمريكي برغم تلاقي حتى المنفتحين وتعالى بقى حط دوت يتجوز زيه يتجوز أختك ودي بقى 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 فيها لخبطة جمدة وبقى بقى 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 مشكلة جمدة من السود كمان ان هذا السود ده عندهم حركات عنصرية يعني وهممكن بنتكلم عنها مرة تانية بلاك بانتر وغيرها من الحركات العنصرية اللي عند السود اللي كانت ردة فعل صريح وواضح جدا على اللي عمله ضيد فالفكرة ان هم شايفين كده شايفين ان والله ده الخطر بتاع الزواج وخطر بتاع الاختلاط العرقي من المخاطر كمان الاجهاض احنا شفنا ان مثلا الكلمة اللي قالها الجنرال لما في القرن التسعتاشر ده ما بيتكلم ايه اكبر جريمة لو تفتكر حلقة هرم العراق ايه اكبر جريمة عاملها السكان الاصليين الجنود الحمر بالنسبة لامريكان اكبر جريمة ان هم بيقتلوا اطفالنا مين اطفالكم دول يا عامل اللي بيقتلوهم الناس قاعدة هي ما تقيتش اي اطفال اطفالنا اللي جايين في المستقبل هم مجرد وجودهم ده منع ان اطفالنا ييجوا لازم نتخلص منهم فالفكرة ان الاطفال اللي حييجوا في المستقبل وان لابد العرق الابيض يتكاثر و يتناكح ويتناسلوا فاني مفاخر بكم الامم يوم القيامة اللي احنا ايه اللي احنا ايه المفروض الافكار دي الافكار بتاعت ان احنا كمسلمين عايزين عددنا يزيد وان ده خير وبركة الناس كلها مرعوبة ومقتنع ان بوظن الاقتصاد وبوظن بسبب عدد السكان الكبير لقات لما ربنا سبحانه وتعالى خلى الصين اللي هي اكبر عادة سكان في العالم تدي كل بالجزمة وتسكت الحجة دي لكن ما بيسكتوش ثم واخدنا في الكلاس كده العلمالين العرب واخدنا في الكلاس ان كل ما عادسوا كان يزيد يعني الفقر حيزيد خلق ثم واخدنا في المدرسة كده مش ممكن تتغير ابدا ولا يشوفوا اي حاجة تانية ماشي ايا كان نرجع للحتة بتاعة الفكرة الاصلية فكرة ان هما عندهم هستيريا بقى هوس في مسألة ان تكاثروا البيض ورطين ان كل ما الاعراق التانية توجودها يكتر او يبقى العرق الابيض اا مش قادر ان يجيب اولاد كتير ما بلك بقى ان انت تروح اقول له ده مش كده وبس ده كمان انت سامح بالاجهاض سامح بالحاجات دي كلها دي بالنسبة له كارثة كبيرة جدا يعني مسألة الاجهاض دي مش مسألة دينية فقط انت بوك تلاقي واحد كافر بس ولا بيقول فيه حاجة اسمها المسيحية ويصخر من مسيحية لكن ما يقربش من ناحية الاجهاض يقولك لا انا ضد الاجهاض طب ليه ضد الاجهاض انسانية مش انسانية هي الفكرة دي فكرة اللي هكزور وتعرضنا ليه في حركة هرم الاعراق مسألة ان الناس دي عندها هستيرية ان لابد ان احنا نزود العرق الابيض جنب حاجة بقى تبان او في كثير من الافكار القومية البيضاء دي والمنظمات بتاعتها هم عندهم شعور من الاخر ان اللي عملناه في الناس لو احنا عددنا اقل طبيعي انه حيتعمل فينا ده بقى يعني لما تقرأ البيانات بتاعتهم تقرأ كل حاجة يوميات تيرنر هنجيلها حالا يوميات تيرنر او جيلها هي دي القص هو احنا ايه اللي يمنع لما عددنا يقل ان احنا ابنة باد زي ما عملنا في باقي البشر مش احنا قوم جينا لقينا السكان الاصليين عملنا لهم ابادات وما رحمناش اللي خلفوهم كورون لغاية لما خلصنا عليهم والباقيين استعبدناهم وخليناهم تحت رجلنا يعني ايه اللي يمنع ان احنا لما نيجي عددنا يقل يحصل هيتعامل فينا كده ايه اللي يمنع ان يتعامل فينا كده فالفكرة دي خطيرة جدا وتقدر تشوفها في كتير من كتاباتهم تقدر تستنبطها بتتعوش صراحة لكن تقدر تستنبطها من الكتابات ومن الروايات اللي بيعملوها اللي بتاع في فكرة شعور ان احنا عملنا بلاوس هو ده فاحنا بيتعامل فينا اللي بيحصل ده وسبحان الله هو ممكن شوف الامر ده الجرائم اللي عملوها فعلا في امريكا تخليهم عندهم الرعب ده الجرائم اللي عملوها في امريكا جرام مش طبعي كعرق ابيض وباسم العرق وباسم العرق الابيض والحضارة البيضاء تمام طيب في حضارة ملونة جميعهم دايما يقول لك الرعب بتاعنا الحضارة ملونة اللي بيت مسيطرة والكام ده كله ايه اللي يمنع كل الناس دي السود والبني وكل الاعراق دي عندها طار طار بيت ايه اللي يمنع الاعراق دي كلها انها تطلع الطار البيت ده مننا ايه اللي يمنع المكسيك مثلا اللي خدت علقة من امريكا غير اصلا امريكا اللاتينية اللي طالعين ابوها من امريكا طول تاريخها المكسيك تحديدا واخد علقة من امريكا رهيبة في الحرب اللي ما بينهم في القرن التسعة نصر القرن التسعتاشر ما فيش اي حاجة تعوض الحرب دي كانت امريكا سيطرت عن المكسيك كلها وثابتها بمزاجها بعد ما خدت منها شمال المكسيك كلها فايه اللي يخلي ان ده دي احنا هيقضوا علينا الناس دي احنا لدينا طار عند الناس دي كل اعراق الالوان التانية دي لها طار عند الانجلوساكسون والحقيقة احنا كل الاعراق لو بصينا بالنظرة العرقية بتاعتهم كل الناس لها طار كل الناس لها طار مع البيض البيض اللي هم بقى دخل فيهم فرنسا وانجلترا وقلمانيا كل دول الكوكب كله شاف منهم الويل يعني فالنظرة دي تقدر بقولك تستنبطها من كتير من الكتاباتهم وافكرهم ان الناس دي عندها رعب احنا عددنا لما هيقل هيبقى ليلة ابونا سودة وحندفع تمام اللي احنا عملناه فالفكرة دي موجودة عندهم جنب بقى احنا كمان من عدد الموليد بين خفض الزواج مش موجود اللوطية بتطلع عشان كده بقى بص الأركان حاجات اللي هي بيعدوها حتى لو مش من ناحية دينية يعني لو بيقول ما فيش دين ليه هتبقى مش فهم طب ايه ناحية العرقية فين هو بيكره الإجهار ايه ناحية هو مكافر بيقول ما فيش إله والمسيحية دي كلام فارغ وتخريف النازين الجدد بالمناسبة فيه منهم اللي شايفين المسيحية تخريف وقومية بيضاء وشايفين المسيحية تخريف وبيهجم المسيحية طيب تمام يبقى الفكرة ديت اللي هي اللي احنا بنكلم عنها مسألة ان ايه اللي يخلي واحد لا يؤمن بآله لا يؤمن بالمسيحية لا يؤمن بدين ايه اللي يخليه بقى ضد الإجهاض وضد اللوطي مش ففهومة صح مش ففهومة ليه لان ما فيش التاني معياره السودومي وسودوم وجمورة والقريتين اللي بتكلمون ان هم دول المؤتفكات واحنا ما عندناش حاجة في الإسلام تقول ان دول كرة المؤتفكات اسمها احنا اللي عارفنا في قرآن المؤتفكات اسمها الكرة دي عشان بعض يقول لي ايه اقول صودومية على فكرة ايه صودومية دي انت جبتها من بابلكال بقى حاجات طوراتية مين قال لك ان دي اسمها هذه الكرة فعلا لكن هو يقول لك صودومي التوراة بتقول لنا كذا طب افرد بقى انت تلاقي واحد ناس امريكان زي مجموعات من النازلين الجدد او القومية البيضاء اللي هم الملحدين ناس لا تؤمن اصلا ان في حاجة اسمها التوراة كل الكلام ده كلام تاريخ طب انت واقف ليه ضد الاجهاض واللوطية لما تفهم الحتة دي بقى في العرق الابيض ان هم بينظروا لمسألة العرق الابيض وتواجد العرق الابيض والتكاثر بتاع العرق الابيض انه قضية مجودية وان احنا لو استمرنا في التناقص وفي المعدل القذرة اللي احنا ماشيين فيه دوت احنا كده خصوف العرق الابيض من العالم والحقيقة ان هم فعلا بالنظرة بتاعتهم هو العرق الابيض فعلا فيه خصوف ليه من العالم من الكوكب ومن القارة بتاعته الاصلية اللي مطلعة من الولدة العرق الابيض فيه خصوف طب الخصوف ده ايه ده ايه مؤشراتها مؤشراته سهلة ومادية ومعروفة شوف عدد الموليد بتوع البيض قد ايه شوف حجم النقص قد ايه شوف التناقص الجبار اللي حصل في روسيا بالمناسبة اللي حصل في روسيا مش مجرد الغرب المانيا حتى روسيا اللي فيها ثقافة العائلة وبتاع اتفرج على الموليد ومعدة الموليد اللي واخد غدس وواضح ان روسيا وقع في مصيبة سعودة في مسئلة التناقص على السكان الدولة اللي حيعمل يعني دول عمل ابادة ذاتية العرق الابيض ده فالابادة الذاتية اللي عملها العرق ده مقابل ان الاعراق الاعراق الاخرى ما ماشيوش معها في الخطة بسبب انها دول متخلفة ما قدروش يمشوا حسب الخط المخاططة اللي هو كان حططها ان ديات ما تخلفش كتير الحكام والناس اللي حططهم ان قوقعوا تخلفوا وقوقعوا تخلفوا وما كانش عندهم سيطرة كافية على الشعوب فالشعوب حجمها كبر فأصبح الدولة زي مصر عددها مئة مليون في حين ان مصر تعرفين في القرن ساعتاشر لما انجلترا كانت جاية تحتل مصر تعداد سكان مصر تسع مليون تعداد سكان انجلترا حاجة وثلاثين مليون يعني حاول تتصور المنظر الجزيرة اللي هي ربع مش عارف ايه تعداد سكان المانيا تعداد سكان المانيا كان داخل على سبعين مليون تقريبا او حاجة في نهاية القرن تعداد سكان المانيا وتعداد العالم العربي والدول العثمانية بكل دوت حوالي نص عدد سكان اوال من عدد سكان اوال من نص من نص سكان المانيا الجزائر وهم رايحين الفرنسا راحها تحتل الجزائر حاجة وثلاثين مليون فرنسا تقريبا كانت معدية يعني كانت الرابط من الاربعين بس انا منذكر انها كانت حاجة وثلاثين ولما جن فيه التعدادات كانت كان على ان عدد سكان الجزائر حوالي ثلاثة مليون المسألة ما كانتش سهلة السيادة بتاعة العرق القرون بتاعته دي كانت قرون مش مجرد المسألة النسلاح فقط ما كانتش سلاح فقط كمان عدد سكان وجيوش وارقام احنا ما نعرفهاش اصلا ما كانتش متصورة اللي بيحصل في التاريخ دلوقتي ده ان عدد سكان بتاع العالم العربي والدول الافريقية والاسيوية اكبر بكتير اسيوية مع عدد الصين وشرق اسيا ان العدي بأكتر بكتير من الارقام لدرجة ان عدد دولة واحدة بقى ممكن يعمل عدد سكان مصر بسا يعمل عدد سكان المانيا وانجلترا مع بعض ده حاجة خيال علمي دي حاجة خيال علمي ان دي ما كانتش لما تعرف من قرن النص الدنيا كانت ماشية ازاي اللي حصل ده ده عرق بينتحر البيت ده لو من ناحية عرق يعني لا دول ناس بتنتحر الاوروبيين دول بينتحر مقرنطن بباقي الناس لا دول انتو بتنتحروا ما ملهاش معنى غير كده وانتحار ذاتي وانتحار جاب بالانغماس في الشهوات وده سبحان الله يعني اللي يقول لك وده نظريت التدافع بقى اللي هي او مفهوم التدافع مفهوم التدافع يا جماعة هو الجوهر بتاع نظريت الوجود الانساني السياسي ان لو لا دفع الله ايه الناس بعضهم ببقر هي دي الدفع الناس ربنا سبحانه وتعالى التدافع ده وال وال يعني حتى الوراق اللي أنا بجهزها دلت ليها كنت يعني بتكلم على استضام حتمي ومستمر استضام الحتمي والمستمر اللي يقول لك الدول دي فيها حروب وبتاع هذي الدول دي قد يكون هذة حروب أنفة لل 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 للإبادة وقد يكون الكرب أحيانا ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ به على قصص موجودة وعلى أمة تظل موجودة بالكرب بتاع الحروب دي هروبا وأمريكا بعد ما كان إحنا بنكام على خمسينيات ثقافة يعني حتى لسه هقول لكم على الفيديو بنكام على خمسينيات ثقافة الأمريكان تكلمنا عنها في حالة بيت فريدن لو متذكري أن الثقافة بتاعت كل واحدة عايزة تخلي في خمس عاد وسبع عيات وبتنفسه مع بعض الأمريكيات كنت لسه متفرج على الفيديو من شوية كان جايب اللقاءات مع نساء في الشوارع في ألمانيا فيسأل واحدة في سنة سبعين يعني يبقى الموجة للنسواية الثانية لسه هتطلع تمام فيقول لها أنت إيه رأيك في المساواة بين الرجل والمرأة أنا كنت شفت اتنين ستات قاعدين تكلمون باستفادة قاعدوا يضحكوا إيه كام الفيديو واحدة قاعدت تضحك واحدة استنكرت تنرفزت قوي ايه ده لا جزء هو سيدي هو رجلي هو ما فيش حاجة اسمها مساواة هو الأمر بتاعي هو اللي أمرني هو اللي يعمل وقالمانية وبتاعه احلى من المصات بتاعه اليوم والتانية برضو بنت واحدة ست زي العسل ما رايحة شايلة الحاجات بتاعت البيت مروحة ايه رايك من مساواة بين الرجل قاعدت تضحك مش قادرة تصدق بتقول له إيه كامل فالك ده الرجل بتاعه هو سيدي هو اللي أنا أعمل هو اللي هو عايزاه هو اللي يمرني هو اللي يعمل الكلام ده في شارع ألمانية اه كنت شوفت فيديو قبل كده برضو كان عمل لقاءات في حاجات في اه انجلترا في مسألة المعاكسة وهل المسألة ان الست تتعاكس لو الست عاكس زي الرجل عشان مساواة في المعاكسة وبتاع الرجال الرجل هو اللي عاكس وتنفذه جدا في حاجات دي كلها وأفكار المساواة وبتاع الرجل بقى وبتحكوا المساواة مين مين يتساوي دي الست ست بتقعد في البيت والكام دي الكام ده بيقولوه ستات كمان الأوروبيات وستات أمريكيات فالفكرة ان المسألة دي مسألة الانهيار الأسري والانهيار القيمي والانغماس في الشهوات وعدم الحروب خلى الدول دي ما يتعامل ازاي كان الجماس في الشهوات وطلعت الوط وطلعت الشيوع زنا وطلعت عداء الزواج وأبناء الزنا أصبحوا هم الأصل في المجتمع ولم يعود أبناء في فرنسا مثلا أصبح الأصل هو أن انت ابن زنا مش ابن زواج الأصل أن انت ابن زنا في فرنسا شوف المعادلات كانت تقريبا مع الدين حاجة خمسين في المية أبناء الزنا هم طالعا يقول لك إيه ابناء زنا ده لا ده حاجات علاقات خارج الزواج حبيبي أبناء زنا احنا من ابناء شعب المصطلحات اللي انت بتخترعوهم ده ابناء زنا مثلية وعلاقات خارج الزواج وأم سنج الماظر وكام الفارج ده بكل وده عند خالتك احنا عندنا ده اسمه زنا وده هو لا كالشر ولا حاجة هو ده الدين ده دين ربنا سبحانه وتعالى هو ده المعيار الكوني اللي انتو خرقتوه فباللوات عمين طالع عنصري نبيض احنا الكارسة الكارسة اللي انتو فيها كلها ربنا سبحانه وتعالى وقعكم وبيعمل بكم حاجة للبشرية كلها تتعلم منكم الانغماس في الشهوات ما فيش حروب لأول مرة ربنا تاريخيا انها تقعد القرن كامل هون ولا دخل على قرن ما فيش حروب وقاعدين في انغماس في الشهوات والانغماس عمدوا الجنة اللهم عايزين وفتنوا المتخلفين اللي عندنا طلعوا يجروا على هناك وبقوا مفتونين وقاعدين نكوا عمين ومتنرفزين ومتدايقين والناس اللي بيقول ما فيش هجرة وبتاعهم وقاعدين يسرخوا ان ازاي عادي هجروا ياريتك الجحيم ازاي مسح من الجحيم اللي عندوك ده تعالوا هجروا فهي القومية البيضاء القومية البيضاء دي الافكار رأسية بتاعتها والمخاوف بتاعت يظن كده فهمنا هم ليه خايفين من الاجهض ليه خايفين من الوط مش مسأل الدين فقط الدين ده قضي يكون بقى ايه يعني اخر حاجة لأ والاساس بتاعهم المسألة بتاعت العرق الابيض بيل لما تعمل الاجهاض دي بقى انت لأ عشان يقولك برو لايف احنا مع الحياة احنا مع الحياة وان احنا عايزين الناس حط بقى انت عارفين الاجهاض دي لو كان مخصصة بعرق اسود او اعراق غير بيضاء اتفرج على اجمل امريكا كان هتوفق على الاجهاض هو لو يقدروا يعملوا ان القانون الاجهاض اللي جاير البيض والبيض ممنوع عليهم كانوا عملوها بالسلوس كانوا فرحوا جدا يلا وياريت يعني هم لو عليهم عايزين يخصوا ويعقموا كل الاعراق الملونة دي عشان يخلص الرواية اللي بتوصف تيرنر دايرز لما تيجي تقرأ الرواية دي الرواية بتقوم حوالين فكرة الفين تقريبا الفين ومية الرواية معمولة في التمينات تقريبا او كده الرواية بتتكلم عن واحد حتى هو في البداية الرواية بتتكلم ان دي يوميات بعد ثورة عظيمة احداث الثورة العظيمة ايه الثورة العظيمة وايه عام الحاجة. بتكلم على ان الامريكا اليهودي اللي كانوا في الضلمة طلعوا وهما مؤمنين فيه كتير جدا من اليمين الامريكي مؤمن ان الحكومة الامريكية حكومة يهودية والحكومة العالمية كلها حكومة يهودية ودي مؤامرة عالمية وكام ده. فاليهود طلعوا من الضلمة واصبحوا بيحكموا الامريكان ومخلين الاعراق السوداء والاعراق الملونة هي المسيطرة. ففي مؤامرة ما بين الأعراق الملونة وبين اليهود اللي بيحكموا أمريكا والمؤامرة دي كانت إن هم يعملوا للبيض ما يشبه الإبادة إزلال وإهانة ووضع سيء جدا ومع البيض مع اليهود فيه بيض خاونة بيسمي البيض الأبيض الخائن بيسمي الأبيض الخائن ديوس هم عندهم كده المصطلح بالمواسبة كده المصطلح عندهم إن ده ديوس طب ليه لأن بيعتبروا إن انت ديوس دوت هو إن انت بخلت الناس الأعراق الملونة يتحكموا فينا وتعاونت معهم بيشبهوا بالراجل اللي سمح بمراته إنها يفعل بها من واحد أجنبي فبيسموا دول الخاونة اللي بيسموهم ده أي حد خائن بيسموه ديوس تمام وده مصطلح موجود عندهم يعني موجود جدا ومنتشر جدا يعني ده الدلال لما يقول كلمة ديوس عند اليمين الأمريكي كلمة ديوس هي أصده الواحد الأبيض اللي هم العرق الأبيض وبيتكلم عن الأعراق التانية كويس والله العرق الملونة دي سواء صينيين عرب أفرق لا يعني عادي يعني أو المكسيكيين أو كده لا والله كويسين بيفهموا زينا أو أعراق زينا زيهم لا يسموه ديوس فده مصطلح معروف جدا عنده طيب يبقى هم القصة بدأ بترسم إن العالم أصبح في وضع سيء جدا اليهود والأعراق الملونة أصبحوا بيحكموا أمريكا والبيض وضعوهم سيء فالبيض هيعملوا ثورة كبيرة جدا في الثورة دي هيعملوا إبادة والرواية بقى كلها عبارة عن طرق التفجير مش عارف إيه بيروحوا في كذا يقتلوا إزاي كده كلها الرواية عبارة عن النظر ده والمطالعة بتاعتي للرواية واضح إنها كلها ماشية على دفس القصة عمليات إرهابية بتتعمل عشان كده الرواية دي في عمليات إرهابية عملت طلع من الرواية يعني عمليات عملوها لبيض مجازر دواء لحد دخل قتل مش عارف إيه عشان ده شبه الحادثة في الرواية اللي بتحكي إن سنة الفين وخمسين ده واحد دخل مش عارف إيه دخل وقتل كذا كذا في مدرسة مش عارف إيه هو كده الرواية بتتكلم على إن البيض حيعملوا ثورة والثورة دي حيعملوا حرب إبادة تقريبا مش عارف حيستخدموا القلبة النووية فيها ولا المهم ما هيعملوا إبادة حرب إبادة حيرجعوا أعراقه التانية ما كانوا يخلصوا عليها وحيبقى أمريكا والعالم يرجع عالم لسيادة العرق الأبيض الآري القومية البيضاء وهي دي اللي هترجع لها سيادة عن طريق إنها تخلص بقى على اليهود وعلى أي ديوس من البيض اللي هم بيتكلموا كويس عن الأعراقه التانية والأعراق التانية كلها تبقى يا إما تتباد بالناوي يا إما تبقى تحت رجلين فدي نهاية الرواية وهكذا انتظرت الثورة والرواية بتنتهي بالنهاية الجميلة ده ده بقى يوميات تيرنور دي الإنجيل بتاع اليمين الأمريكي وموجودة بتاعها هي أمازون لسه شاء لها السنة اللي فاتت السنة قبل الفات 2020 تقريبا التشات من المكتبات بس هي معروفة وبتتبع في كل حت الرواية بقى لها 40 سنة تقريبا موجودة يعني لسه جروا انه في 2020 يشيلوها الرواية ما كانتش بتتشال يعني بتقدر تقول لوبي يعني معمول ان خد بالكم اللوبي بتاع اليمين في مسألة استبقاء هذه الرواية مع ان الرواية لما تيجي تقرأها خطيرة جدا الرواية بتتكلم على إرهاب مش بتتكلم يعني اللي يقول لك إرهابيين الرواية بتتكلم على الإرهاب أصلا اليمين الأمريكي بترجع بيرجع لبعض المؤسسين بتوعه الأفكار بتاعة اللون وولف مثلا الزئب المنفرد ايه الزئب المنفرد ده ودي برضو تقريبا عدت في الرواية ما زالت ان انا اعمل خلايا صغيرة او واحد لوحده ما اعملش تنظيم التنظيم ده يعمل ثورة على الحكومة الأمريكية فلما تيجي الحكومة الأمريكية تروح ابضع على كل الناس كم ده غلق هو واحد يروح ماسك رشاش ويروح يقتل اعمل بنفسك ما تقولش او بالكتير اوي لو عملت اعمل خلايا صغيرة خلايا فيها اتنين تلاتة لكن حتى كده لا الاحسن دون وولف اللي هي الزئب المنفرد خذ الرشاش بتاعك وروح خلص على على الأعراق الملونة اعمل الحاجات دي كلها فهو اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقة قبل كده لما تكلمنا عن مسألة المقدمة بتاعة المعجم برضو الموسوعة بتاعة اليمين المتطرف في الأمريكا هي مسألة ان هما الأبطال بتاعة لما بيجوا يعملوا طيب ما هما الأمريكان كانوا في البداية كانوا كده يعني ايه المشكلة ان انا ااخد فيها على الشاش ورح اقتل ما هما كانوا في السارة أمريكية بيعملوا كده فالمسألة دي مسألة الرواية دي الرواية دي يعني اظن اللي يقدر يجيبها وهي الموجودة بدي افع النت اللي يقدر يجيبها يجيبها ويتفرج هو اليمين الأمريكي بيقروا ايه وايه هو الأدب ودي أعظم رواية أدبية عند اليمين الأمريكي دولة عطول بقولك بيعتبروها في بعض بتاع ان دي الانجيل بتاعهم اقرى كده الرواية وتفرج اتفرج الناس دي في عقلها في عقلها نويالك على ايه او نفسها في ايه يا جماعة الناس دي هي شايفة ان احنا عندنا نووي والنووي ده لابد ان يكون في العرق الابيض واسلحة ضمار شامل لازم نستخدم اسلحة ضمار شامل دي عشان نخلص على الاعراق التانية دي عشان نخلي او نعرفها حجمها اخيرها ايه العرق الابيض ده هو المفروض هو اللي يكون سيد الدنيا مش بكافيه هم بيعتبروش نفسهم كل اللي هم فيه ده ده مش اسياد الدنيا الرواية لما تيجي تقراها يوميات تيرنر كانت تتباع في امريكا لغاية 2020 يا جماعة كانت تتباع الرواية كلها عبارة عن عمليات ارهابية ما فيش رواية فين الحبكة وفين يبني القصة فين الموضوع كان فارغ الرواية عبارة عن عمليات ارهابية العملية اللي راحوا فيها اتلوا فلان بيعملوا ابادة للأعراق التانية فده ده 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 الناس دي ده الناس بتقراها اه وهل هم كلهم لا لا فيه منهم اللي يقول لك لا يوميات تيرنر المتطرفة وحتى اللي كتابها بعد كده مش عارف اتكلم لا 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 وغير بقى الكوكبوك اللي هي فيه كتاب اصلا كمان بيقروا كتير كان اسمه ايه اسمه كتاب الطبخ ايه عن طريق حلل تحط فيها مش عارف ايه متفجرات تعمل متفجرات ازاي تعمل الرشاشات ازاي تعمل عمليات تقتل ازاي وكان اليمين الامريكي بيقدس الكتاب ده بيقدسه وعمليات اتعمت منه صاحبه بعد كده في اخر عمره راح قيل انا ندمان انا انا كانش قزة لما عملت كده ما كانش قزة كده هتستهب الكتاب معمول انت باعارف هو حيروح في ايد مين هو كتاب رايح في ايد مين هو كتاب التطبيق العملي بتاع يوميات تيرنر اللي هي العملات الارهابية ازاي بقى نعمل العملات الارهابية دي ازاي نعمل متفجرات نحطها فين نفجر ازاي مثلا مدرسة ولا نفجر حاجة من ولاد الكلب الملونين دول مخلص عليهم الحاجات بقى في كتاب اسمه برضو في الموسوعة هتلاقوه اللي هو الكوكبوك كتاب الطبخ عند اليمين وحتى اليسار استخدم الكتاب ده بس هو يسار ايه ويمين ايه ده كتاب كتاب بيتكلم عن ازاي تصنع الحاجات دي بمواد بدائية في البيت ازاي تعمل قنابل في البيت ازاي تعمل الحاجات دي الحاجات دي في البيت وكان بيتباع اه اطمنع وتحذر بس لازال بيتباعوه موجود موجود على فكرة برضو ففكرة ان انت تقول اليمين الامريكي اليمين الامريكي ظاهرة خطيرة جدا وظاهرة كانت مخفية لان امريكا كقرة ممكن تقعد تطرق يعني تطلع من جواها من احشاءها حاجات كل شوية هتطلع حاجات انت مش هتصدى انها كانت موجود امريكا مليانة بلاوي كرة مليانة مفاسد مليانة بلاوي سودة اليمين ده واحد منها اليمين ده واحد منها لكن المفاجأة لبعض ان انت تتخيل ان ده حاجة يعني ايه اه يعني ايه مفاجأة اليمين ده حاجة مفاجأة وليقول لك اليمين امريكي ده ظهر عشان الظروف الاقتصادية اظن احنا اخدنا في القناة هنا حلقات بما فيه الجفاة من اول متعامة امريكا وعارفين كويس ان ده ظروف الاقتصادية وده جنة ازرق ده فكر وعقيدة جوه كل امريكي فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده عقيدة عند الامريكا عشان كده انتقلت جدا يعني براج من ان انا عندي ايه انا كنت متنرفز وكنت مستني الحاجة دي من اه هو اسم جوردن بترسل تقريبا صح؟ دهو الزفت دهو اللي كان طلع هبص يعني مثلا قاعد اقراضه كل حاجة بقالف واجي وفجأة لوني نسيت اسمه اساسا وعيس انها فكر اسمي اه بترسل لما تقلت شوف بترسل الناس استغربت قوي انه طالع بيقول يا مظلم اه مسلمين مش عارف ايه شوفوا الشتان جواكم بطلوا تقولوا على اليهود وحشين وعلى غيركم انتو هو ليه بيتكلم معنا كده هشوفت كان حد من هما اللي معلقين الاجانب اللي بيتكلموا المسلمين الاجانب بيتكلموا ايه ده ايه طريقة المتعالية دي يا ابني انتعارف يعني يمين امريكي وبيترسل يمين امريكي بيترسل يمين غربي قومية بيضاء سيبكم من كل الهجس اللي بيعملوا قومية بيضاء قومية بيضاء تمام حبيبي تعارف يعني ايه واحد قومية بيضاء عشان كده كنت مندهش جدا من اللي تصدموا او من اللي كانوا مستنين بمترسون الاسلام يا جماعة انتم بتعرفوش حالة خالص بتعرفوش عقلية الناس دي عقلتها ايه والله العظيم هاي يوم هو الفيديو اللي كان طالع انه بيكلمنا كانه الخليفة والله يا جماعة ده طبيعي اصلا ده كده بيكلمكم كويس ده كده قبل انه يكلمكم يا جماعة عمتوا شامين ده كده واحد يميني قبل انه يكلمكم دي طريقتهم في الكلام ده واحد من جواه انا عندي اسلحة دمار شامل يا حشرة يعني انا عندي ناس شايفين ان احنا نبيد نعمل لكم ابادة نعمل كده ونخلص عليكم خالص ويا ميات تيرنر بقى وتاريخ وثقافة وحاجات عني كتير كتير مش ممكن حاجات دي ما يكونش عارفها بيترسون تمام حضرتك بكل طيبة ولطافة هو الراجل ده انا انا مش مع المتطرفين دول لكن انا شايفكم ان انتم عارقة ادنى انتم عارقة ادنى دي خلصانة فانا بتعرف على العرق الادنى ده لكن اللي يقول لك ايه برغم انه قاعد كذا ساعة لكن ما فهمش الاسلام والله لو قاعد ميت ساعة والله لو قاعد الف ساعة يفهم اسلام مين يا حبيبي يفهم اسلام مين يا حبيبي خاصة مع شخصية متضخمة عندها تضخم الانا كده زي بيترسون ده حس ان هو وتيجي تقرأ حاجاته انا اعدت اقرأ يا جماعة من زلت كم الكتابين هم مكتبين المعروفين لي وبتاع اعدت اطالع كده فات لم هقراها يعني كلها ايه عم ده مش مفكر يعني عيب اصلا يتقال عليه مفكر هو اللي هو بيقول لك متحدث هو متحدث جيد عمده كاريزمة وبتاع لكن خذ بالكم برضو اكررها بيترسون خد على افا اليسار شهرة وانا على فكرة بن شابير وكذا حد بيقعدوا يطلعوا يقول لك احنا يعملوا نمر فيه كذا فيه قنوات ايمة ان هو يعمل ايه بيعمل هو المتحدث ويروحوا ايمين وحدة يسارية يقول لك وحدة يسارية قامت واتروح ايلي ايه الترانس جندر الهوموسيكشوال واللي مش عارف ايه وبتاع وهم يروح ايه بقى يوري قد يقصف جبه عايز تقصف جبهة واحد بيقول لك ان مفيش حاجة اسمها زكر وانسة انت فاكرك نفسك كده بتقصف جبهة اليمين الامريكي ده بيجنيني انتوا بتعملوا سمعة على ناس بتقول لكم مفيش حاجة اسمها زكر وانسة وان ممكن الانسة يبقى واحد عنده قضيب طوله متر ويقول عليه انسة انت كده قصف جبهة جبار انت اولا محتاجة امكانات عقلية جبارة انا ببقى احد اضحك والله العظيم على اليمين بيسمك من اليسار خلاص اليسار ده متخلف انتهى هو جاب والله العظيم اليسار جاب الفكر الغربي اليسار ده هو الفكر الغربي هو ده مد خط الافكار الليبرالية لاخرها كل حاجة كل المنتوج الغربي بتاع العقلانية والعلمانية والريزون والمش عارف ايه واللوجيك كل ده هو جاب اخر والله اليسار ده جاب اخر واي حد اليمين كل اللي بيعمله اليمين الامريكا والغربي انه بيحاول انه يعمل موازن ان احنا مش عايزين ناخد اخير لا لا حبيبي لا لا والله لوازم الافكار بتاعة الليبرالية وكل الحياة اللي انشأت القرن الكرون المظلمة اللي انتوا سميتواها كرون التنوير دي اللوازم بتاعتها هو هو اللي عمل اليسار انه بقى بينكر كل حاجة اللي هي علاقة بالواقع هو ده هي دي اللوازمكم انتوا جاب اخرها كل ايه اله مش احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اقيل هن واللي انتوا سبحان الله جايين دلوقتي كيمين ولا كغربين اكتشفت خطرته ان الانسان بيجعل الاله بتاعه هو الهوى هواية هواية هو كده ففجأة يقول له كده الليبرالية مش كده لا حبيب هي الليبرالية كده مفيش اله والهوى هو الهوى شخص ديقول لسه والله العظيم لسه الليبرالية لسه ما يرددش خطوط لغاية الاخر لسه في عندها اخر واخر لسه اللي يخلي طفل عنده خمس ست سنين يبقى عنده القدرة ان يوقف قدام اهله ويدخل اهله السجن كمان لو قالوا له ان ما يعملش مصبطات واجراحات عشان يتحول لبنت عشان هو الولد عنده ست سنين فلا بس طرحة ولا بس اميس نوم فقال انا بنت بس كده لو ابوه امه مش هيسمح لهم انه يدخل ايه اللي بقى يخلي الطفل ده ممنوع ان يمارس الجنس مع واحد يا سلام هي ممارسة الجنس مع واحد اقل في الخطورة اكبر في الخطورة منما اشل الاعضاء بتاعته اصلا ايه اللي يخلي اخلي رجل ورجل يتجوز بعض بس لما اخو اخو عايزين يتجوز بعض اقول لا ايه مع ايه يخلي حاجة زيك عندي من التكنولوجيا اللي ممكن تعمل كده عندي من يا رجل قال هو انا هامن عن حمل هاي قالت هشلك الرحم ولاف وينزا يا حبيب قال لاف وينزا يا رفتيت خلاص زي ما كان حدم تويتر جايبينهم قعدوا يعملوا واحد في تويتر بيهني ام واختهم نتجوز بعض بالمناسبة اكرر تاني ما عايش بالبتاع انا عارف انه كنت ببالكم الحاجات دي فيه انا اهلي بيستبشعوا بيقولوا الققعة تحكين عن الحاجات دي كلها بيستبشعوا ان انا اتكلم الحقيقة ان انا كمان لما بقرح حاجات دي بقعد متل اخبط واحد بيهني ام واختهم نتجوز بقى ايه المانع بالليبرالية ايه المانع ولا في خطورة خلفة ولا في خطورة اي حاج ايه اللي يمنع مش لاف وينز مش لاف وينز يا رختيتا اه لاف وينز ايه المانع فوالله انا بصوا الفكرة كلها فكرة اليمين يقول لك بيترسون بيقصف انا ايه الحاجات اللي اخد بيها شهرة وعلى فكرة زمور تقريبا اللي هو الفرنساوي اللي برضو جابوه وقعدوا ونشروا حاجات واللي هو بتاع قناة براجر يا جماعة دول الاركام بتاع اليمين ايه اللي بيقولوه مفاجئ لكم كمسلمين بيخليكم قاعدين تتابعوهم وتقولوا نرجو لهم الاسلام هو ده خطاب بتاعهم لأسباب العرقية عنصرية لكن اللي خلاهم اصلا يبرزوا وهما افكارهم سفيها ده الزمن اللي بقى فيه بيترسون مفكر يا جماعة احنا مضطرين نرد عليه عشان يعني هو وقت شهرة انما ده مش مفكر اصلا احنا عندنا تعامل معالي على انه مفكر مفكر ليه عمل حاج وروني كده وروني المفكر الجبار واحد بيستقلم علم النفس والاحصائيات اللي طالعه علم النفس الحقيقة اللي احنا يعني انا المفاكرين انا مش بقول لأدواته غلط يا جماعة معايش تاني اكرب امش بقول ان اداة بتاعته غلط بس احنا احنا من زمان نتكلم في كده ان الاحصائي بتاع تعلم النفس الحاجات بتوري انك فيه كلام فارج في مسألة ان الراجل مش هيحصل له تأسر من المرأة وان الراجل شهوته اعلى وان المشعارف ايه وكامل للنسوية واللي يصار كان بيقوله لأك علم النفس اثبت اه لأ لأ والستات بتتكلم اكتر والراجة بتاعتها اكتر وعدد التكست والنصائح بتاعها بينصحوا بتبقى عائلة عندها عشر سنين وتبقى بتنصح زي ما حاجة طالعة من كام يوم واحدة بتقول اكتري قيمة ولو انت بيش عارف ايه ولو جوزك بتسهمي في الفلوس بتاعتك في بيتك اتطلقي مش عارف ايه البت عندها ساعتاشر سنة ولا تمنتاشر سنة وبتدي نصائح للستات انه يتطلقوا اه مصبت في علوم النفس ايو ايو ايه عملوا ازاي عملوا عملوا دراسات وقعدوا يسألوا ويشوفوا الهواني معاتول بينصحوا البيت طبعا عندها عشر سنين وتنصح والتلقي ويعملي والتاع ليه جزء عاطفي لان هم بيحسوا ان هم لابد بيشاركوا وجدانيا ودايما عندهم اسقاط اي حاجة بيشوفوا يسقطوا عن نفسي فانا لو في الموقف ده عمل ايه وانا مش عارف ايه وتروح مدي على طول النصيح واني لابد انها تنصح بدون فهم بدون تفكير ادي على طوق اه عن النفس اسمة الحاجات دي كلها بيتكلموا كتير جدا والزنانة والنسويات بقى لا 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 الستات ما بتتكلمش اكتر الستات ها سبتا الاغراءات والستات تستجيبلي الاغراءات بصورة اكبر وبتاع النسويات ده اه عايا كال بنت تقول كده الستات ما بتستجيبش الاغراءات سبتا سبتا يا حبيبتي يشوفوا السلع والاستهلاك الرقسمالي والمولات والبتاع اتفرجوا على كم الستات بتشتري ايه النظام الرقسمالي كله ايه مع الستات بصورة رقسمية عشانيا مش جريب قوي ان انت تتفرج على مجرد اي داعية ولا اي حاجة ده سوق حبيبي احنا في زمن السوق بتاع اي داعية هو الشهرة والشير واللايك والقناة ومش عارف ده السوق فهو السوق دوت كسرعة رقسمالية من اكتر ناس في في الاسواق بيستجيبوا المغرانات الاسواق مين اكتر ناس تستجيب لمغرانات الاسواق النساء ف اي اي حاجة هتقوم على سلعة مش بتخاطب النساء بصورة رقسمية حيحصل لها كارثة في عالم رقسمالي ودعوة رقسمالية اه الدعوة الدعوة الاسلامية اصبحت ماشيب مفهيم الرقسمالية الشير واللايك ما هو ده اللي حاصل فيه فكرة اسلام السوق مش هنرجع لحاجات قادة من زمان بس معروفة مرصودة من زمان فكرة ان الدعوة بايتمشي بنظام رقسمالي ف اه ثابت ثابت حبيبتي وشايفينها ولو انت مش شايفة بعد كل دوت احنا يعني اي حد اي لو انت واحدة قاعد على العقل او قاعد على الفيسبوك عارفة الدعاء الملزقين المحن والحاجات الهجمات المضادة واللي اللي عملها الشباب على الدعاءات المحن ومجعات المحن ليه واصلا ايه لي يخلي واحد دانو قد كده وقاعد في الشريعة بياخد شهرة في ناس ما سمعناش عنها ومفيش طرح عدل بيقولوه اصلا ده كلا مهبل اموال ايه اللي بيعملوه انه بيتكلم بالخطاب اللي بيعرف يتسوق في اغلب النساء وهو حبيبتي اعرفي ان ربنا بيحبك ان ربنا شايفلك الخير ربنا اعرفي لو انت عايشة في ظروف صعبة ان ربنا شايفلك الاحسن ربنا هيعملك بعد بكرة السنة الجاي السنة دي صعبة ربنا شايفلك خير كبير لا حبيبتي نعرف ربنا كان وبتصلي وبتصوم وتقيم الليل وبتاع وربنا كان شايفلك سرطان وكانت في ظروف منايلة بنيلة بتلعت من السكر داخلت في سرطان وماتت بيه وبتصلي وبتقيم الليل وكانت ويجمع الناس عندها تقية وورع واعرف واحد متدين وكل حاجة وطلع دين يعني بص حياته كلها عبارة من نقرة لضحضرة من ضحضرة لنقرة وابتلقات ما بتنتقى ايوة حبيبي لان انت الحياة مش معمولة عشان ربنا هيجيبلي بكرة حسن انت واسق قبل النفس اهلك ليه انت عارف الغيب انت اصلا انت اللي انت بتعمله ده عكس المفهوم اصلا متاع الدنيا عندنا كمسلمين الدنيا مش دار جزائي حبيبي سومي النهاردة وعبودي رب وعودي قضي الليلة كلها صلاة وبكرة ان شاء الله هتشوفي تسحى الصبح تلاقي ابوها ميت وجالها خرق في رجليها واماها وقع في الأسانسير ووزها بيخنها كل ده سأل الله ده انا مقضيها الليلة كله في الصلاة ايوة حبيبتي هي العيبة على الاستاذ اللي خاطب النساء بما يجذب النساء المحل والعاطفة المحل ده المصطلح الشعبي اللي هو يا جماعة الخطاب العاطفي الخطاب العاطفي وخطاب اللي بي من اكتر حياة العاطفة اللي الخطاب الذي يمني بمستقبل واعد او ده من نسب الالحاد ده ده احنا عارفين بلاوي سودة في الملف ده ملف الالحاد بتاع انه قام على ان الاسلامي الديني الكيوت وربنا اللي هيجيب لنا بكرة لو عارف لو البس الحجاب النهار ده بكرة هيحصل لك وحتشوف عارف انت اجمل بحلقة لا 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 ما فيش واحدة ستة اجمل بالحجاب سيبكم من الخطاب الكامل فارغ ده الا بقى اذا كان شعرها غوريلا طبيعي طبيعي الست مش شكلها مش احلى بالحجاب ولا بالنقاط ما فيش واحدة احلى بالنبس الواسع مفاجأة يلا مفاجأة اه والله العظيم ما فيش واحدة احلى بالنبس الواسع الواحدة بتبقى احلى بتحالتين يا امم عرينا يا امم لابس لابس محز وملز وشفاق بتبقى اجمل بكتير من صاحبة اللبس الواسع وتكيل ده بقى الكونسلت ده الجريب جدا الجريب قوي من الكونسلت ده الكونسلت اللي اهلي اهلي واهلك وانت تتجاوز عشان ان انت تشوف اللي مش متشاه وان انت تملك القدرة على الوصول اللي ما تقلاشت وصله طب ليه ايه طب انا بعمل كل الجواز وبعمل كل المصائل دي عشان ليه اصل واشوف اللي مش متشاه ما لو هي احلى بالحجاب طب ما يا خلاص ما احنا بنستمتع بقى كيرا بيها تل خليك لابس الحجاب والنقاب يا بنت عشان انت احلى بالنقاب انت احلى بالحجاب انت احلى وانت لا حبيبي لا هي مش احلى بالحجاب الخطاب ده غلط الخطاب ده اللي عايز اعمله هي انت احلى وانت مطيعة ربنا لكن حتى خطاب احلى والجمال المادي لا مش بالجمال المادي هي مش هتبقى اجمل ابدا الا اذا كنت يبقى شكلها وحش اصلا طب الحجاب ممكن بقى عشان لو سابت شعراء حيروح طالع عامل كده لا لبس الحجاب وهي ريت تلبس النقاب كمان ما بالخطاب ده بالطريقة دي المسألة جمال المادي وانا مش اصلا اصلا من اي اخت ربنا سبحانه وتعالى بتلاها بكل الجمال او غير كده مش اصلا اصلا منها انا اصلا اصلا من اللي بيصر على اللي احنا كنا بنتكلم فيه عايزين نرجع للموضوع اللي قبل دوت الخطاب بتاع اليمين واليسار اليمين بيحقق انتصارات يا جماعة عن طريق انه هو بيروح يقول الحاجات البديهية جدا الحاجات البديهية دي في الغرب اصبحت اصبحت مفكر كبير قوي لما تقول على فكرة يا جماعة احنا عمدنا جنسين رجل ايه دا مفيش كده معقولة انت مفكر انت مفكر كبير جدا وهو تلاقي الناس تبعي تيجي وهلا الله اكبر على فكرة جماعة النساء عاطفية اكتر من رجال يا خبار ايه دا معقولة والله العظيم اكتشفنا اكتشاف عظيم جدا الصلاع عزين الصلاع عزين دا ايه دا يعني فهم انت اسم الله عليه اسم الله عليه يا بيترسون يا براجر يا بين شابيرو انتوا بتقولوا حاجات مش ممكن معقولة والله العظيم النساء عاطفية اكتر من رجالة النساء في اخ في الديسيشن ميكينج بيبقى عندهم مشاكل اكتر من الرجالة معقولة دا حاجات جبيرة جدا اه سبحانه سبحانه اكتشفنا مفاجأ يا جماعة ان اللي عنده قديم يبقى راجل وان اللي عندها مهبلت وبقى انساء يا خبرة يا جيردين بيترسون دا حاجة ما حصلتش ايه سبحان الله لا اله الا الله دا حاجة عجيبة جدا فده فده بقى مفكر وعلى فكرة المشكلة عندي مش الحبل اللي بقى فيه الجرب دلوقتي المشكلة عندي ان حد عندنا يبقى معتقد ان اللي بيقول كده دا مفكر وبياخد بنتات على اثانا يصل بيحل ان يطلع يكلمنا ويعملنا ويو مظلم مظلم يا مظلم انتم اتدوروا على الشر جواكم يا اكيد انت قذر ابن ستين الشر جوانا والله العظيم الخطاب بتاعه يا جماعة الخطاب دا بطريقته اللي هو يقول جرامبيوت طريقته اللعينة دي يقول خليفة مين يا جماعة دا لو خليفة طلع كده الشعب حيصور عليه خليفة مين دا واحد بيحتقرك وارفال منك وبيكلمك اعمل كده يا كلب اعمله كده يا شوية كلاب بيقول لك الحمد الله ورسالة المسلمين اه مثلا يا نهار ربي يا جدعان الرجاء ما بينفعش تحمل وتردع ما بقولك الرموز بتاعت اليمين امريك عما تاخد بنتات وهم حسوا كمان ان دا يعني انا اتفرج عليهم وعلى صفحات اليمين امريكي الرموز بتاعته والله العظيم بقاعد اضرب كف على كف يجيب كلام بمعنى انه بيقصب جبهة فلانا من المتحدثين فلانا دي اللي بيقصب جبهتها طبعا بتقوله انت بتقول ان في رجل وست بس جنسين فقط يقول لها اه تقوله انت مجرم انت بتقتل انت مش عارف ايه انت تعرف ان في واحد من كل خمسة مخنسين بينتحروا انت كده بتقتلهم انت بتقفى يقول لها يعني انا عملت كل ده مجرد ايوة مفيش حاجة يسمع رجل وست طبعا عرفيني يعني الست الست يعني مش عارف ايه والهار جل اللي هم فيه الست هو الواحد اللي بيعرف نفسه انه هو ست يعني فيه راجل يقدر يردع هو انت بتقول ان مفيش راجل ان يقدر يردع ويحمل اه ما هو انت ما تعرفش مش الايدلوجيا اللي طيب تقول ان هو ممكن واحدة تعرف نفسها انها راجل وهي عندها قدرة انها تحمل وتردع انتوا تعرفون ان فيه وزير اسرائيلي كان من حوالي سياتين كان حاطس صورته هو مع ميراته ميراته الصورة يعني حتى اللي بعد هالي بيقول لها مش شام حاجة مش ده راجل ايه المنظر ده رجال ينفع تولد تولدي فجايب ان هو واحد مشعر وراجل منظره راجل خالص وحامل ونازل بقى عشان بيولد في البسين وحاجات كده ووزير الاسرائيلي معاه بتاع جوزه وانه دول لطين بيقول لي مش دول لطين هو ينفع راجل قلتلي عام لأ قلتلي يا حبيبي دي واحدة ست اخدت بتاع تاخد هرمونات وانه عندها شعر وشايل صدراء وبتاع فجايب بقت شكلها راجل بس متجوز راجل فقلتلي الناتج منظر ابن الجزمة اللي انت شايفه قدامك ده منظر راجل بيولد نعم هقولتلي دي واحدة ست ومتجوز ها الأستاذ واحدة ست مترجلة قالتلي بس قادي الشكل بس بقى أنا لما اجي اخد انقض انت لما تيجي تقول ان دي راجل هي بتعرف ان رسال انها راجل فهي بتقول بتاعت اليسار او اللطية بتتكلم فيه بتتكلم ان هي راجل يبقى فيه راجل يقدر يحمل ويولد فيه راجل يقدر يحمل ويولد بتقول مهما اللفه حيرجع الفطرة بهم ناس بتين هو قوم لوط رجع الفطرة اتخسف على دماغ ابوه فمسألة اسرارك على ان لا الفطرة هتنتصر لا ممكن على فكرة قوم لوط خلاص بيحصل لهم ضياء اه يعني امرأة ايه هي المرأة ويه هو الرجل اصلا بيقول لك راجل وتقول انت فهو بقى رح قصف جابتها بقى يقول لك بص قصف جابتها وبتاع يا جماعة اليمين امريكي بياخد نمر على حاجات عبيطة وعمل نفسهم مفكرين ومسدقين نفسيهم وفلان فلان بتاع اليمين امريكي الرمز البارس يجي بقى يتكلم كأنه مفكر منهم بيترسون وكبيرهم اصلا بيتكلم ان هو مفكر مفكر مين عمل حاج مفكر مين يا ابن بيترسون اتفهم من كده بكتير ما بيقول شي غير الحاجات البديهية اللي اي حد عالم نفس عارفها بس ممنوع تقولها في المين ستريم ميديا في الوسائل اللي عليه ممنوع تقولها خلاص ممنوع تتهم حاجة زي كده اللهم مستعان فالافكار بتاعة بيترسون يكلمنا كده ده الطبيعي بتاع اليمين امريكي ده اللي انا اعزا اوصل لكم ان ده الطبيعي يا جماعة والعب علينا احنا ان احنا خلينا للحشرة دوت خلينا له ليه قيمة اصلا واي حد من يمين انتوا هتلاقيوا كتير من يمين بالمناسبة الفترة اللي جاية انتوا بترسون هو المشهور لا اه اوي لا لا انا شفت كام واحد حيطلع الفترة الجاية جام بيعرف يكسف وجبهات اضعاف اللي بيعمل بترسون وفي المناظرات وفي المناظرات الشعبية المناظرات رجل وس occupation اووووووو لا حمدلله عارفين تهافة الفلاسفة وتهافة تهافة دا ناس متهافة كلها فكر كله ناس حمقة الفكر الغربي عشر كنت كنت بتكلم كنت предكلمت المقال عنه بيترسون مقال سريع كده أو كلمة عنه منشورة. قلت يا جماعة أحد أسباب البيتروس أن يطلع وكذا حد يطلع. الفكر الغربي واقع في بلاعة بقاله حاجة بداخلها على 30 سنة. بلاعة. إيه البلاعة؟ يا جماعة خلاص آخر عصر المفاكرين الكبار هو التمينات. والمدارس بقى بتاعت التفكيكية. من بعدها الفكر الغربي مش عارف يدوس بنزين في أي ناحية خلاص. أصبح مجرد أنه يعني عمال يأخذ التطرفات بتاعت الحاجات اللي هي تزرعت في السبعينيات والثمينات. الفكر الغربي أصبح فكر متخلف. فكر معتوه. تقرأ كلها. والله العظيم يا جماعة. ويعني لو فيه مزاقية شوية مع واحد بيتطلع مثلا للمسألة العلاقات دولية مثلا عشان المدرسة المهتمة لي عشان باستخدمها في المدرسة البنائية. البنائية مدرسة مهمة ومن عيوب المدرسة البنائية مثلا World of Our Making اللي هو بتاع هناف أو غيره من المفكرين مدرسة البنائية. المدرسة دي مدرسة غيتتة وخنقة ومالهاش أي لازمة أصلا في الأصول بتاعتها برغم أنها مستخدمة لمنهج بتاعها ومستخدمة الأسباب معاناها ممكن أشرحها بعدين. لكن فكرة أن البنائية لما تيجي التاقة هي أي علاقة ديب العلاقات دولية. عشكياة لما يتعامل في الضعر الحس التانية في التخصص أن يقول لك كان المدرسة دي كان هي وغيرها بس البنائية بزكة النرفيزة أو المخصصين في العلاقات دولية أنا أنا مش قادر أفهم أن أنت World of Our Making مثلاً هو الكتاب المشهور بتاع المدرسة البنائية بتاع أناف. قاعد نص الكتاب عمال تكلمني عن النظرية اللغوية وعمال تكلمني عن النظرية القانونية ورايح يمين ورايح شمال فيه العلاقات دولية في الموضوع مش موجودة خالص وإيه هو القواعد وتعريفها برماس ومش عارف إيه واللغة. مدرسة بتخليك ده العيب بتاعها هو الحقيقة بالنسبة لحد تاني ممكن تكون ميزة لأن ما بتقدرش تعرف المدرسة البنائية وتفهمها كويس إلا لما تكون عندك اطلاع على أعماق الفلسفة والنقاش الفلسفة في الفكر الغربي فالحتة دي المدرسة البنائية هتخليك غصب عنك تتفرج على الفكر الغربي وتطورك بضمح لها يا جماعة من البداية من البنائية نفسها الفكر الغربي بيضمح لها معين البنائية دي تعترر ده 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 محلال ده محلال انت بتتكلم على ناس ناس بتفكك نفسها وبتضيع نفسها يعني لو اخدنا من أخوكم يعني لو في أي ثقة عندي شوية معرفة يعني على الفكر الغربي يا جماعة الفكر الغربي كانت نهايته التمينات كلما عدا كلما أتى في وقت لاحق مجرد تطرفات على حاجات يتبنت خلاص منهج بتطلع جديدة حتى منهج علم النفس السياسي منهج القراءة القراءة النصية كريتكا اللي هو الخطاب النقدي النقدي الخطاب الممارسات مش عارف كل الحاجات العاملة تطلع تقريبا حتى الحاجات اللي تلاقي مثلا زي أليكزاندرو ونت لما جاي يطلع حاجة عندها في العلاقات دولية أو في العلوم الاجتماعية بشكل عام اللي هو عايز يجيب كوانتم سيوري يدخلها في نظامات كوانتم يدخلها في العلوم الاجتماعية وعايز يدخلها في العلاقات دولية تحس أنه يعني هو أي حاجة هو يعني محاولة يعني نعمل أي إضافة وخلاص نعمل أي لبش عايز تعمل أي حاجة تخلي أنه فيه فكر غربي أي كوانتم سيوري يدخلها هو أصلا الفيزيائيين فيه مقال في الواشنطن بس تقريبا لو أنا متذكر كان بيتكلم على الكوانتم سيوري كان جايب العلماء بتوع التحقيق بيتكلم على أن راحوا الأساتزة جمعة في أمريكا أساتزة جماعات في الفيزيكس ويسألوهم الكوانتم سيوري فهمنا يقول لك والله يا ابني ما نفاهل هي دي نظرية تتفهم ده كان فير سواء صحة أو غلط التطبيقات بتاعت التطبيقات خلينا ناخد التطبيقات طب الجزء النظري بتاعها الأساس النظري الميت سيوري بتاعتها ولا فهمين أصلا يقول لك احنا مش فهمينها أساسا فإن تبقى تروح واخد نظرية أصلا فيزيائيين عندهم مشكلة في فهم هذه النظرية وفي قبول كثير من فرضيات هذه النظرية والأفكار بتاعت هذه النظرية تروح للايح جايب لما انت تشوفها في أليفزندر وانت هو في الكتاب بتاع والكتاب بتاع عندي وقرأت بوزء منه الفكرة بتاعته وشفت المحاضرة بتاعته اللي هو بيديها واللقاء اللي كان عامله بص يا جماعة ناس مش عارفين يعملوا إيه وصلوا خلاص الفكر الغربي الغربي وصل ان هو مش عارف يعملي هو بيحاول يخترع اي حاجة يعمل هيسة كده فالأفكار بتاعت اليمين أمريكي اليمين الأمريكي الأفكار بتاعته هشة جدا بس الرموز بتوعه وأنا شايفهم مركزين جدا على ان هم بيعلقوا اليسار بيبهدل اليسار فأشايف من الحاجات المهمة في الخطاب بتاع الواحد يعني قد يكون ربنا سبحانه وتعالى كويس ربنا وفقني ان انا هدخل في الحاجات اليمين ان يا جماعة اليمين لازم نفهمه لان واضح ان الرموز بتاعت اليمين حتتنجم جامد عندنا في العالم العربي الفطرة اللي جاي معيشة كرر تاني حتة دي بترسون قد يكون هو البداية لان انا شايف كذا حد بتفرج عليهم مش مشهورين طبعا ربع ولا عشر شهرة بترسون بيعملوا قصف جابهات أقوى وده عاملين يمكن بترسون مركز على علم النفس وعلم النفس الاجتماعي لا لا ده فيه ناس عامدوهم حاجات قصف جابهات بالقانون ومش عارف ايه وحاجات كده وبفلسفة وليهم فيه ناس طبعا جامدة جامدة في قصف الجابهات قصف جابهة مين اليسار والناس دول ويت ناشناليزم أصلا قومية بيضاء كنت قاعدة شوف مناظرة من يومين واحد يعني بيجيب بالأدلة وبالإحصائيات وأنا أجيب إحصائيات معي وبتاع على إن السود هم أكتر جريمة وأكتر تجمير الأسر وكذا 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 ومعنا إحصائيات ومعنا حاجات وأنا أتكلم بالعلم أنت ممكن تقول الخطاب بتاعه والأعراق التانية وإن مثلا الأعراق هو ما قادش ده في المحاضرة بس أنا عارف إن بتدقال في كتب تانية وحاجات تانية شوكناها اللي هي مسألت إن الأعراق الملونة دي فعلا ما عندهاش القدرة الجبرة بتاعتنا إنها تنتج نظام سياسي وما عندهاش القدرة إنها تحكم نفسية ممكن عرضنا الحاجات دي كلها قبل كده ما عندهاش القدرة إنها تحكم نفسية ولا تبني نظام سياسي محترم ولا إنها تعمل ثورات محترمة وعندنا إحصائات يا جماعة بتقول الإحصائيات بتقول إن الأعراق دي مش محترمة ما ينفعش بقى محترمة أصلا وكل بالإحصائيات وكل بالعلم لو أنت مش فاهم الناس دي الناس اللي بتقصف جبهة ليسار فأنت فرحان بيها لا أنت متفرقش الناس اللي بتقصف جبهة المسلمين كمان إيه ده في حاجة زي كده آه ما ليه ما ليه بيكصفوا جابيتنا إزاي لأن اللي بيقعد قدامهم شوية يعني خرق ليه بيسلم أولا بمسألة اللي برالي بمسلمات اللي برالي فيروح قاعد قدامه اليميني اللي شايفه العربي ده والمسلم ده واللي بتاع ده حاشرة دوسها تحت رجلية فيبقى قاعد قدامه يقول له إيه والله إيه دين بيدعو للسلام آه إحنا دين بيدعو للسلام طب إحنا أنا أعرف أن عندكم الآية كذا وكذا 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 دي بتدعو الحرب والفقهاء بتاعكم بيقولوا أن أحكام الديار ثلاثة أو بيتكلموا على يا إما دار عهد عاملة معاهدة معكم والعهد عندك تروس تيمبر تروس حضنة مؤقتة ما عندكمش عهد دائم ولا سلام عالمي ولا الكامده كله مش عندكم آه عندنا الكامده على المناسبة فعلا ودار حرب وهي الدار الكافرة اللي انتو مش قادرين مش قادرين عليها ودار سلام الدار إسلام مش جاء أحكام الديار يا ابني عندكم مش جاء تقسيمة العالم بالنسبة لكم ويقصف جاب بيتك وانت تروحايا لا ده الترادشنا الفقه ده الفقه التقليدي إحنا في فقه مش عارف يقولك بس يبقى أنت أقول بقى أن أنت إيه إسلامي معتدل تنويري وتعالى أنا وإنت مع بعض نهاجم المسلمين المتطرفين الوحشين دول هما كافة علماء الأمة على مدار 1400 سنة تمام؟ ده على فكرة ده يبقى يميني محترم أو يميني بيلعب معاك لا اليميني الجد بقى حيقولك بيقولك يا عم من أول نبيك عشان كما فيه كتاب كان بيتكلم عن الإرهاب أو الجهاد في الإسلام من محمد إلى داعش والكتاب بيتكلم على أن دي ظاهرة دول عبارة عن ظاهرة التطرف وإرهاب من يوم ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه فهو يميني حبيبي أصلا يروح يقولك الإرهاب بدأ من أول نبيك ما تلا ويديه بقى القصف جابها بقى وبتاع والنبي يروح جايب لك من السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم أي فعلا كان جهاد فتوحات كان فيه جهاد طلب حضرتك طبعا جهاد الطلب ده بالنسبة لك الفوبيا كمسلم تيوت معتدل فوبيا أو عطول جهاد طلب بالنسبة لك كارسل لأن معنى كان نظرية السلام العالمي والسلام في الإسلام زي ما دكتور ريجونيمي تكلم ولا بتاع ده كل ده كلام فارغ انت ويعتف كارسل ويعتف بلع لازم الإسلام مبني على السلام الحياة من الإسلام مش مبني على السلام الإسلام مبني على التدافع والعب عليك أن انت اللي وقعت نفسك في البلع فهو اليمين هيقصف جبهتك لما يخليك تخر دم وحيطلعكم كلكم إرهابيين من أول نبيك من أول نبيك حيطلع كلكم إرهابيين فالله المستعد دير القومية البيضاء يمكن دي الأفكار الوسعة قوي لها حاجات كتيرة يعني عايز لكم كلام كتير وحاجات كتيرة فيها شعب الله المختار قلنا الحاجات دي كلها وشعب الله المختار لكن الأسس بتاعتهم الأساسين دول العرق الأبيض أنضف وأفضل وأعظم وأجمل حاجة خلقها يعني إما خلقها ربنا إما أنت جيتها الطبيعة على حسب أنت ملحد قومية بيضاء ملحدة ولا مسيحية أعظم حاجة عملتها الطبيعة هي العرق الأبيض ده والعرق الأبيض ده مهدد الاتنين دول هم المفتاح عشان تفهم كل اللي بيحصل ده كل اللي بيحصل ده ليه بيهجموا اللطية ليه بيهجموا الإجهاض ليه بيهجموا هجرة ليه بيهجموا المسلمين ليه بيهجموا العرب ليه بيهجموا السود ليه مش طيقين وليه مش عارف إيه ليه بيروح واحد دي روح مسك رشاش مدفع مدفع آلي وروح داخل قتل الأطفال في المدرسة أو بتاع حبيبي كل أطفال أو بتاعهم رؤيتهم إبادية العرق الأبيض فيه خطر لابد عشان العرق الأبيض تستقيم الأمور إقرو يوميات تيرنا أو مش هازم تقروها كلها مش هتقرها تقرها ما تحملش حتى أعملها مطالعة كاملة فرح ترايح عرم ملخصات إقرو ملخصات عنها مرميها في كل حتة في النت إقرو ملخصات تحت يوميات تيرنا بلتكال حكام مقدس عند مرهقين يمين أمريكي طبعاً ما هي الفكرة وبالمناسبة مش كل اليمين اليمين الأمريكي متطرف في الموقف من اليهود إما شايف إن اليهود دول هم مؤامرة يهودية عالمية وهم المسيطرين على العالم هم المسيطرين الحكومة الأمريكية وكافة الأعراق شجالين عبيد عند اليهود وبيتم التلاعب بيهم أو متعاونين معهم ده حاجة وإن كان مثلا حتشوف ده سيف بانون مثلا فيه خطاب في اليمين الأمريكي طالع بدأ يستبدل اليهود بالمسلمين إن مؤامرة إسلامية على أمريكا وحاجات زي كده تمام أكرر داني وعشر وخمستاشر آه فيه شايفين لا مش اليهود بقى يا جماعة ده بقى المسلمين هم اللي عاملين المؤامرة بحكوم الكوك وفي خط في اليمين الأمريكي مش محب اليهود ده برو إسرائيل يعني يعني هو البرات بارت أصلا البرات بارت نيوز لو فاكرين حلقة بتاعتها لما جاينا أعرض الكلام عن البرات بارت نيوز هو أصلا قايمة على فكرة الدعم إسرائيلي فيه خط في اليمين الأمريكي داعم لإسرائيل بصورة جنونية ومع إبادة الفلسطينيين خالص من وجود وفيه طبعا رموز ليه بس هل ده الخط العام في اليمين الأمريكي لا مش خط العام الخط العام في اليمين الأمريكي هو أن اليهود هم المسيطرين ومؤامرة كبيرة على أمريكا والكامدة كون لكن فيه خط موجود في اليمين الأمريكي لا مع إسرائيل قلبا وقالبا واليمين ينتمي لأيدلوجيا عامة كبيرة اسمها الأيدلوجيا المحافظة تمام فيه اللي يقول لك لا الأيدلوجيا المحافظة حاجة تانية لا 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 بها الأساسات بتاعة الايدلوجيا المحافظة فهو بينتمي تقدر تعتبر أنه من طفل الايدلوجيا المحافظة الايدلوجيا المحافظة أصلا المحافظين في أمريكا أكثر حبا لإسرائيل من الخط اللي هو اليساري أو الليبرالي يعني إيه؟ يعني الدراسات اللي بتتعمل كانوا بينزلوا مثلا وده اللي هو الكتاب بتاع جريس اللي هو أسر الايدلوجيا في السياسة في أمريكا والسياسة الخارجية بتاعتها لما جوم يسألوا الناس طيب أنت كان محافظين ياخدوا موقفهم أراءهم الموقف من الإجهاض مثلا أصحاب الايدلوجيا المحافظة أكثرهم رفضين الإجهاض طيب الموقف من الشعوب الأخرى الليبراليين موقفهم مع الإجهاض أكتر اللي بيعرف نفسهم أنهم الإبراليين واليمين الأمريكي بيحب يسمونهم يسارين وهي تسمية برضو لائقة قوي بهم وإن كانت تسمية فيها لمز هو اليسار وعايزي ليلمزهم أن أنتم ماركسيين ووصلكم ماركسيين وشيوعية ومؤامرة كفكرة مؤامرة ومؤامرة اليسار والاشتراكية على الحلم الأمريكي والدول الأمريكية أنت في الوقت أنت في الوقت أنت دلوقتي كمحافز لما جومي يقولوا الليبراليين الاستفتيات أنت تعرف من المحافز والليبرالي أنا لبرال طيب تحب الدول العالمية لا تلاقي الدول ما بيحبوش هتلاقي يعني مثلا اليابان أقرب لك ولا كذا لا اليابان أقرب من كذا ويعودوا يرتبوا الدول كذا طيب بالنسبة للمحافزين لا الدولتين أنجلوسكسون زيهم بريطانيا وإسرائيل قبل أي حد فلو أن المحافزين الفكر المحافز مثلا في الإجهاد الليبراليين مع والمحافزين المحافزين الليبراليين يا جماعة هو النوعين من الليبراليين الليبراليين اليساريين خليها نستخدم المصطلح ده معيش دلوقتي للتفرقة الليبراليين اليساريين شايفين آه لا الإجهاد إحنا معاه المحافزين لا إيه المؤشرات اللي هي بيعتبروها من المؤشرات الليبرالية لقوا مؤشر واحد المحافزين مع الدين الليبراليين فيه وهو حب إسرائيل المحافزين بيحبوا إسرائيل أكتر من الليبراليين وهو التالي الحزب الجمهوري يحب إسرائيل أو يدعم إسرائيل أكتر من الحزب الديموقراطي لأنه له أثر على السياسات الخارجية المحافظين الجدد ده فكر تاني ده فكر يعني خليه ما يقرر كان لهم عهد وخلص إن شاء الله ما يرجعش تاني هل تكون قواعد النظام العالم الجديد ده فكا تصنيف معين مش عالي إحنا في مرحلة تشكل الأنظمة جديدة وواضح إنه مش ماشي ناحية النظام ناحية تفك أيما هي مسألة إن الليبرالية بتمارس جهد الطلب يعني ده ده منتهي إحنا نتكلم الليبرالية هي أيدولوجيا منافقة أيدولوجيا نفاق أصلا على مستوى سياسي على مستوى سياسة خارجية والسياسات الخارجية الدول الليبرالية دي هي أكتر دول حتى حاجة كانت حصلت إنه فيه إحدى المتابعات يعني كاد بعثت وهي أستاذة فاضلة يعني فكاد بعثت أيدولوجيا النسوية دي في الحق العلاقات الدولية أنا شايفها حعملت حاجة كويسة وهي إنها أظهرت يعني من المساهمات اللي عملتها إنها أظهرت كون إن كل ما الدول اللي بتعامل النساء بصورة أفضل ودي من المزاعمة الأيدولوجيا النسوية في الحق العلاقات الدولية إن الدول اللي فيها النساء معاملة فيها أفضل الدول دي بتكون مسالمة أكتر في السياسة الخارجية فأنا من حسن حظي إنها السائلة من فلسطين أو اللي بتقول الرأي ده من فلسطين أو حسب ما يعني ده اللي أنا فهمته يعني إنها من فلسطين أو من فقلت لها ده على حسب هم بالزعم ده تقايم على زعم آخر تمام؟ إيه هو الزعم الآخر؟ قلت لها الزعم اللي هم أو المقدمة اللي هم بنيه في زعم ده إن أمريكا وأوروبا دول بتعامل النساء أفضل بمعايير النسوية وفي السياسة الخارجية دول سلمية جدا وغير عدوانية ما بتحاربش أي حد أما الدول الوحشة القازرة زي العالم العربي زي فلسطين زي الصين زي روسيا الدول دي وضع المرأة متدني فيها فبالتالي الدول دي عدوانية في سياساتها الخارجية وبتأذي العالم وبتأذي الكوكب وعدوانية وخطيرة وتوسعية وبتالي أنت إيه رأيك؟ كواحدة فلسطينية ما هو بالمعيار ده بالمناسبة برضو وإسرائيل على فكرة بتروج القصة دي أصلا إن إحنا عندنا النسوية ومعيار المساوية بين رجل مرأة عالي ومقارنة بالفلسطينيين عشكال فلسطينيين عدوانيين إسرائيل أصلا بتستخدمها اللي بيسموها بينك ووشنج يعني بيستخدمها في اللوطية بس من ضمن مهارفات اللي بيستخدمها اليهود مسألة النسوية دي إن إحنا عندنا العدالة والمساواة بين المرأة والتاع فإحنا سياساتنا سلمية إنما الفلسطين كده عدوانيين عشان سياسات قمع المرأة وقهر المرأة أساسا فهمين من الله فقلت لها إنت إيه رأيك؟ أصلا الآخر خمس كورون مين أكتر دول يعني نفخت العالم حروب ووريتني يعني إيه سياسات عدوانية ودخلت يعني أول ما يدخلوا المشرق يبقوا مداخلين محتلينك ويقول لك بص تعاملوا المرأة وحش إحنا عندنا المرأة وسط إنها بقت ملكة إنت داخل محتليني يا راجل داخل عشان تصور النسوان بتاعتنا ترسمها وتطلعها صور برة والست قاعدة بهدومها تطلعها في الصور وهي عريانة وتمشر وتعمل ودعاية وبروباجندا والمسلمين بيحطوا الصور بعد كده ستاتنا وهي عريانة ده التداخل محتليني ومهدلني وشاتيني في الكتب الأجنبية في الحاجات في الكرن التسعتاشر كنت تقرب فيه كتاب إنجليز ما كانواش بيعتبروا فيه حاجة اسمها شعب مصري أساسا أساسا لقطات تاريخ الإنجليز كانوا أساسا فالفكرة دي قلت لها يعني أنت رأيك كده فطبعا تراجعتها هيا تلات أطر هيا تلات أطر أكتر سياسيات عدواني هم شايفين نفسهم إن هم مش عدوانيين إن هم سلمين وحلوين وبيصفوا كل يوم السلح يستحموا بشامب هم شايفين نفسهم كده هل دي الحقيقة؟ لا مش الحقيقة كذبين كعادة الليبرالية وكعادة الأفكار بتاعت الغرب البجاحة وقلت الأدب بلا حدود بلا حدود ما لهاش نهاية اللهم استعاني يعني خلاصة الأمر ده ونرجع كذا مرة بعدين بقى لمسألة القومية البيضاء والأعراق لكن القومية البيضاء يعتبروها الافتتاحية بتاعت حاجات حنقض نلقطها في الموسوعة لاحقة القومية البيضاء لو في انتهى كل بعد كده حيجي اليمين البديل مثلا بتاعت النازية الأمريكية كل اللي حيجي بعد كده هو عبارة عن القومية البيضاء هي الأساس ثم بعد كده حنضيف واحد اتنون حاجات كده إضافات النماء قومية البيضاء البيضاء دير أساس شكراً لكم